رغم محاولات الرئيس التونسي قيس سعيد اتخاذ موقف محايد في الشأن الليبي والتأكيد في كل مناسبة على أنه يتخذ نفس المسافة من الطرفين تشوش الدفاعة رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي باتجاه حكومة الوفاق وتنسيق المواقف معها على تحركات سعيد الذي يسابق الزمن للمسك بزمام أمور الملف الليبي المؤقد الذي احتكرته حركة النهضة منذ ثورة يناير في 2011 ودفعت اتصالات الغنوشي بكل من الرئيس التركي رجطي بردوغان ورئيس مجلس الدولة الليبي خالد المصري عديد الأحزاب التونسية للتحذير من توريط البلاد في العدوان على ليبيا خاصة أن تحركاته تزامنت مع اجتداد المعارك بين ما يزج بتونس بالاستفاف وراء أجندة أقليمية تركية وقطرية من جهة أخرى حذرت قوى سياسية تونسية من نوايا أنقرة في استغلال تونس لأغراض عسكرية وعبرت عن رفضها بشدة لأي نشاط تركي أو قطري على الأراضي تونسية فيما تشير مصادر دولوماسية أن أنقرة تسعى إلى توفير طريق إمداد لميليشيات طرابلس انطلاقا من تونس بعد أن أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تدفق الأسطحة إلى ليبيا موسيقى